أهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأيي لنغطي ما يحدث في القدس المحتلة ونشاهد تلك الصورة الرائعة والمشرفة للشباب المقدسي وهم يهبون دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك الشباب المقدسي رسم صورة رائعة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية بنوع كبير من الإباء والشرف والتحدي والصمود قل ما تقول من كل ألفاظ الإشادة شاهدنا بالفعل صور وفيديوهات مشرفة ومعبرة عن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في وجه آلة القمع من الاحتلال الصهيوني البغيض والغاشم قاموا ببعثرت كل الأوراق على مائدة أنتنياهو وعلى مائدة حكومة الاحتلال الصهيوني وجهوا البصلة من جديد بالنسبة لشعوب الأمة الإسلامية ناحية القدس والمسجد الأقصى المبارك في الجمعة قبل الماضية كانت جمعة مشرفة وفي الجمعة الماضية شهدنا أكثر من سبعين ألف مصلي يصلون في المسجد الأقصى المبارك ليعيدوا الهوية العربية الإسلامية الحاضرة دائما في أزهان وقلوب كل المسلمين وليبرهنوا على صمود هذا الشعب الأبي الحر في وجه محاولاته تهويد القدس حيال هذا الموضوع يسعدنا ينضم إلينا الآن فضيلة شيخ محمود الحسنات الداعية الإسلامي ابن فلسطين البار المدافع بشكل رائع ودائم عن قضية المسجد الأقصى المبارك أهلا بحضرتك فضيلة شيخ محمود أهلا بكم حياكم الله أستاذ على الله إزاي خير الله يبرك في حضرتك يا ربه في كل شباب فلسطين الأبي الحر الصامد القابض على الجمر ماذا تقول حيال هذا الموقف المشرف والرائع لأهل القدس وأهل فلسطين الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم السلطانه والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الميامين ومن صار على الدرب إلى يوم الدين ثم أما بعد أقول في البداية قم للقدس وحي من فيها إن رجال الله تحميها الحقيقة أن القدس هي الكاشفة هي الخافضة هي الرافعة القدس اليوم لما تشر دمنا وفرقتنا السبل وفرقتنا الطرق أبت القدس إلا أن تعيدنا إلى الطريق وأبت القدس إلا أن تقول لنا مهما ابتعدتم مهما فرقتكم الطرق الطريق الوحيد الصحيح هو الطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى المؤدي إلى القدس اليوم حينما تهافت الكثيرون من أجل التطبيع أراد أبناء القدس أن يردوا على ذلك بما صنعوه الكل كان ينتظر مواقف رسمية للرد على التطبيع أنا أقول هذه المواقف الرسمية نحن لا نعترف بأي مواقف إلا بمواقف اللي عمره 14 سنة ويدوس على وجه الجندي والصهيوني كما رأيتم في الفيديوهات والصور هذا هو الموقف الرسمي لأهل فلسطين للرد على التطبيع هذا الموقف الرسمي الذي ننتظره الناس كانت تنتظر موقف رسمي من الجامعة الدول العربية على التطبيع فلم تجد كانت تنتظر مواقف من بعض الحكام ومن بعض المسؤولين العرب في رفض هذا التطبيع فلم تجد لكن أراد المقدسيون أن يقولوا الموقف الأول والموقف الأخير الرد الأول والرد الأخير هو لطفل الحجارة في ساحات المسجد الأقصى ولهذا اليوم وقفوا فما وهنت عزائم صبرهم ولو ضاق صدر عدوهم ما ضاقوا وقفوا اليوم على قلب رجل واحد ليدافع عن المسجد الأقصى وليدافع عن ما تبقى عن ما تبقى من شرف هذه الأمة ومن كرامة هذه الأمة أنا أقول هذا العدو الصهيوني لما اتفقنا أو اتفق البعض مع هذا العدو الصهيوني في اتفاقيات السلام المعزومة أراد أن يكافئ هذا العدو أراد أن يكافئنا فكافأنا بماذا ردا على اتفاقية السلام كافأنا بإحراق المسجد الأقصى اليوم بعد تهافت هؤلاء للتطبيع والسلام مع الصهاينة أراد الصهاينة أن يكافئوننا بعد كل تطبيع بعد كل اتفاقية سلام العدو يكافئنا فاليوم أراد العدو الصهيوني أن يكافئنا بتشريد والتنكيل بأهلنا في حي الشيخ جراح أراد العدو أن يكافئنا بسلب أراضي المقدسيين وهدم بيوتهم وملاحقتهم والتنكيل والتحرش بهم هذا الذي يقدمه العدو ردا على التطبيع هذه المكافأة التي يقدمها العدو لدعاة العار ولدعاة الدل ولكن الموقف الرسمي الذي وقفه أبناء مدينة القدس في الأيام الماضية أثبت لنا أثبت لنا أن في هذه الأمة رجال وأنه مهما تخلى الكثيرين عن قضية فلسطين ومهما باعها الكثيرون على طبق من دهب وسلموها للصهاينا إلا أن هناك رجال هناك أفداد هناك عظماء ينوبون بحبهم لفلسطين عن هذه الأمة المطبعون العرب حينما ذهبوا للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحججوا وبرروا بأن هذه العملية تأتي من أجل صالح الشعب الفلسطيني من أجل إفساح مزيد من الحريات للشعب الفلسطيني وبالتحديد في مدينة القدس ماذا تقول وبماذا ترد وكما ذكرت حضرتك بأن الأيام كانت كاشفة والوقائع بيّنت كل هذه الحقائق أي حرية يقدمها قتلة الأطفال أين هي الحرية أنا أتساءل أين هي الحرية التي يقدمها قتلة الأنبياء قبل قتلة الأطفال أي حرية هذه التي يتحدثون عنها كل هذه العلال الواهية كل هذه الحجج الواهية كلها كاذبة كلها كاذبة الآن حينما وقف المقدسيين أمام وقفوا وهم بأساد عارية هل قابلهم هذا العدو بالورود هل قابلهم هذا العدو الصهيون بالرياحين لا وإنما قابلهم بما رأيتم أكثر من 300 إصابة من هؤلاء أكثر من 300 إصابة هذه الحرية المزعومة التي يريدها دعاة التطبيع الدماء التي أوغل بها هذا العدو في غزة على مدار ثلاث حروب وهدموا فيها بنايات وطوابق على أناس أحياء عائلات مسحت من السجل المدني عائلات فلسطينية في غزة مسحت بالكامل مسح ذكرها بالكامل لم يبقى واحد يبقى له نسب في هذه العائلة مسحت من السجلات المدني هل هذه الحرية التي يتكلم عنها؟ تشريد أهلنا في الشيخ جراح هذه حرية يسعى إليها دعاة التطبيع سلب الأراضي أراضي الفلسطينيين والمقدسيين في القدس هذه حرية يتكلم عنها دعاة التطبيع ويضعونها حجة أنهم يريدون أن يعطون الحرية الحرية الوحيدة الحرية الوحيدة التي نريدها أن يعود هؤلاء وأن يخرجوا من بلادنا لا نعترف بحرية سوى ذلك نحن حريتنا في مقاومتنا نحن حريتنا في جهادنا كما قال الشيخ نزار رحمه الله تعرفون لماذا لا يوجد لإسرائيل حدود؟ لأن إسرائيل تنكمش بالجهاد وتتمدد بالسلام لأن إسرائيل تنكمش بالجهاد وتتمدد بالسلام ولو أن إسرائيل تركت بدون الجهاد لوجدتم دباباتها على مشارف أفغانستان فإسرائيل والصهايين هؤلاء لا ينكمشون أبدا ولا نستطيع أن نردأ هؤلاء إلا بفواهة البندقية كما وقف عز الدين القسام كما وقف عز الدين القسام في يوم من الأيام على منابر يافة وحمل مسدس وبالمناسبة عز الدين القسام ليس فلسطيني وإنما سوري وهذا دليل على أن القضية الفلسطينية هي ملك للجميع أن القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى والقدس هي ملك لكل حر مع أنه كان عالم إلا أنه رفض أن يبقى في سوريا وخرج مجاهدا وقاد تورة البراق المعروفة والمشهورة في فلسطين وقف على المنابر وهذا دور العلماء هذا دور العلماء اليوم من الذي اليوم أين دور العلماء؟ أين دور المشايخ؟ يا أخي من هذه الجراحات في القدس وهذه المشاهد التي نراها؟ أنا الذي ينوب عن العالم الآن شاب عمره 14 سنة وأنا أفتخر الذي ينوب عن أهل العمائم الذين سلموا أنفسهم للبلاط والسلاطين أنا أقول لهم الذي ينوب عنكم للدفاع عن المسجد الأقصى هو طفل عمره 14 سنة لا يملك جزء من العلم الذي أنتم تملكونه لكنه يدافع بمنطلق عقائدي لأنه يعلم أن القدس عقيدته وأن المسجد الأقصى عقيدته وقف وحمل مسدس على منابر يافا وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتني مثل هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتني مثل هذا ونحن اليوم من بعض عز الدين القسام نقول لأهلنا في بيت المقدس لأهلنا في ساحات المسجد الأقصى كنتم تملكون حجرا وأقلها وإن كنتم تملكون مسدسا وأكثرها فدافعوا عن عرضكم دافعوا عن عرض المسلمين دافعوا عن مقدسات المسلمين وهذا ضرر به